لتفادي تكرار ما حصل عند هطول الأمطار بغزارة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي كثفت أمانة بغداد جهودها لاستيعاب كميات الأمطار التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين عبر جولة الليلية تفقدت فيها المناطق في جانب رصفة والكرخ للعاصمة بغداد النتائج الأولية لهذه الجولة كانت إيجابية للأمانة على رغم من استمرار هطول الأمطار حيث بيّنت أن عربات الأمانة مستعدة لسحب المياه المتجمعة في بعض الشوارع كانت هناك سيطرة تامة عليها هناك جهود لأمانة بغداد نازل في الشوارع كانت غرفة عمليات متابعة لكل المحطات لكل الأزقة لكل الشوارع بعدها تجسيد لهذا الموضوع والتأكيد على صحة المعلومة زرنا هذه المواقع منطقة الأعظمية 100% عندنا التصفير ما عندنا أي مشكلة محاورة رئيسية نحن في ساحة عنتار أمامك شارع عمر بن عبد العزيز شارع الإمام الأعظم وشارع المشاتل ما عندنا أي مشكلة خلال هذه المطرة بالحقيقة نحن المطرة السابقة قدرنا حددنا بعض نقاط التلك وتحددت عندنا قدرنا نعالجها خلال الأيام الماضية والحمد لله الوضع حاليا جيد جدا أمارة بغداد بررت موقفها السابق من هطول الأمطار خلال الشهر الماضي حيث كشفت عن أسباب عديدة أدت إلى غرق بعض المناطق في بغداد منها عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع بسبب المتجاوزين كما أن سرقة المشابكات للمجار المياه كان السبب رئيسا لتجمع المياه في الشوارع وغرقها نحن عدنا مشكلة حقيقة بالمجاري مشكلتنا بادين بأعمال ستراتيجية هذه الأعمال لم تنجز لحد الآن البعض من عدها السبب للمواطن اللي اتجاوزوا على خط الخنساء وعلى المسار هذا وحقيقة هذا المتجاوز أثر على مدينة بغداد وأثر على المواطنين اللي بمدينة بغداد عدنا مشكلة ثانية حقيقة ما أخف عليكم فقدان المشبكات المطرية والمنهولات أن عاني من عدها أمانة بغداد بشكل جدا جدا قوي نحن في محطة التيوان اللي هي جميع مياه قاطع بلدية الأعظمية وكذلك الرصافة يصف في هذه المحطة المحطة تشتغل بطاقتها القصوة الوضع مسيطر عليها وشفتوا السكرينات المياه منخفضة وكمية الأمطار تم استيعابها بالكامل وجميع مناطق بغداد نحن مستنفرين لدينا بعض الطفوحات في بعض المناطق وتم سحبها بواسطة آليات أمانة بغداد إذن فأن المسؤولية تنقسم بين أمانة بغداد وحرص المواطنين بالمحافظة على مصرف المياه من جانب وتوفير الصيانة الدورية للمجاري من قبل الأمانة لا سيب ولا المجاري الموجودة أصبحت لا تستوعب هذه الكميات من الأمطار فضل عن كثرة الحفر في الشوارع سواء لأسباب أمنية أو خدمية ترجمة نانسي قنقر